سيد علاوي سأبقى في خطوط مبادرتك الخط الأول الذي طرحته حضرتك هو لا غالب ولا مغلوب وأنت تعلم تماما في بلدنا العراق لا يوجد أي طرف يقبل بأن لا يكون إلا غالبا لدرجة أنه لا يقبلون حتى بالمعارضة باعتبارها أنها نوع من الخسارة كيف ستستطيع أن توازن هذه المعادلة الصعبة في ظل وجود أطراف سياسية تتنازع وتريد جميعها السلطة والكرسي ولهذا تخلف العراق ولهذا تخلفت العملية السياسية لأن ثقافة معارضة لا يوجد عندنا المعارضة هو أما جاسوس وأما عمل لدولة ليش نعتبره أو نعتبره أرهابي أو نعتبره طائفي أو نعتبره كذا لهذا غير المعقول أنه إحنا نعزل الناس ونصنفهم إلى أصناف هذا كردي هذا سني هذا شيعي هذا كذا هذا أرهابي ومن هذا المنطلق أنا أعتقد أنه إحنا يعني نريد المؤتمر هذا أو الاجتماع وهي محاولة مثل ما ذا أذكر لكم محاولة جادة لرسم معالم العملية السياسية مرة أخرى لعادة رسم معالم يعني وراء عشرين سنة من فشل العملية السياسية ودمار العراق ووصولها إلى هذا الحدود المنهارة اللي يوصلها الآن كيف هذا العراق الآن بعد عشرين سنة ممكن تحويلها إلى عراق يختم كل العراقيين من دون استثناء هذا هو المطلوب الآن وهذا لا يقع فيه ضمن خارطة المجلس النيابي الحالي فقط مع احترام إلهم لكن يقع ضمن كل الفعاليات السياسية والاجتماعية في العراق وهذه فلصة تاريخية قد تمر بنا وعلينا أن نحسن استخدامها واستثمارها لمصلحة العراق وليس لمصلحتنا الشخصية كيف استفادار كثير لشخص الله